موسيقى الجمعة أربع كنون أول 2020 مشاهدين الكرام أهلا بكم إلى حلقة جديدة من السياسة اليوم ضيفي في ستوديو هو عضو تكتل لبنان القوي أنا أبا فريد البستاني أهلا وسهلا فيك ساعة النائب رئيس لجنة الاقتصاد في مجلس النواب والسؤال يمكن قد يبعد في اقتصاد بالبلد إن شاء الله في اقتصاد معلي نحنا لكي عم حملين حمل كبير على اقتصاد صار له أربعين سنة عم بعيني من المشاكل واليوم الحمد لله إنه نحنا هون ورح نجرب إنه إنه ننقذ قدمة فينا وين هون يعني تحديدا؟ يعني بمجلس النيابي يلي أنا بقلك مجلس النيابي هو كتير فاعل ومساحة حوار والحمد لله إنه المشاكل والنقاشات حتى الصاخبة منه عم بتتم بتحت قبة البرلمان مش عم بتتم بالطريق هيدا دليل عافية مع إنه في ناس بتقول إنه هيدا ما بيمثل وبيمثل بس هو الحوار الحوار من كل الأفريقاء يلي من هالمالي وهالماليه عم بيصير بالبرلمان يليون بالوقت اللي الاتصالات مقطوعة وما في تواصل بين اللقاء بمجلس النواب أكيد في حوار كل اللي جاينا عم تجتمع وباللي جاي مثل المبتار في كل أفريقاء السياسيين وكلهم عم بيحكوا مع بعضهم أنا بس فوت على المجلس ما بحس هالتشنج اللي أنا بشوفه وبسمعه بالأخبار وبالجرائد وبالإعلام ما بشوف التشنج تبليع ميظهر بره لكان بهذه الطريقة ايش بحرفني أنا بحس إنه في شعبوية صار في ناس بحاجة إنه تظهر شوية شعبوية لتبرز وجوده بعتي إمكانية للشعبوية بالوقت اللي الشعب عم بيموت ما هو الشعب تعب بتعرفي بعد الانتفاضة اللي صارت من 11-12 شهر اليوم الفقر قلة البطالة الفقر اليقس الهجرة كلهم إشي هولي معنوية جوع أكيد فيه جوع هنا عم صلصان فيه جوع وهذا كله اليوم ما خلى أنه يكون فيه ناس دام مسئولياتها لتروح إلى تشكيل حكومة ووضع لبنان على السكة وكمانا يمكن نطلع من المؤتمر الدولي لمساعدة لبنان قدش عم يبين هذا الخارج أحرص علينا منه لماذا؟ قليني علق شوي على تشكيل الحكومة إذا بتسمحي يعني أنا ما عندي تكهنات ولا تحليل أنا رح أقول وقلتها بالمجلس أنا مش عم بفهم أنه هلأني بهالوضع الي نحنا فيه أنه معقولة أنه رئيس حكومة مكلف ما بيحكي مع رئيس حكومة تصريف الأعمال ما في تواصل بيناتهم أو مثلا حاكم مصرف لبنان بتلاقي مع رئيس دياب بيبر مظاهرهم لبعضهم معقولة أنه رئيس الحكومة المكلف ما بيتواصل مع الكتل النيابية لك يا خي لو أنه بدك تشكيل حكومة تقنيين وانديبندان عراسي كله بس ما هولي هل رح يعطوك ثقة هل رح يعطوك ثقة أولاق بالمجلس فأنا ما فهمت أنه الامتناع عن التواصل بين كلها هيدا هو المشكلة البنيوية هون تكمن المشكلة اليوم برأيك هيدا المانع اليوم ولادة الحكومة علما أنه رئيس الحليلي عم بقول ده رح لك شو المانع هو عم بقول أنه ما بدي شكل حكومة هالمرة على غرار كل المرات السابقة أنا جيته هون على النقطة نقطة هي وقت اللي نحنا بنحكي أو الرئيس عون بيحكي عن التوحيد المعايير شو يعني التوحيد المعايير يعني وقت اللي حتى يخد التكليف رئيس حريري يلي أنا بحترمه بس أنا بحكي حقيقة اضطر أنه يعود الاشتراكي بشي ووعد السناء الشيعي باشيات تانية وصارت أجت شغلي على المسيحية ومع أنه أنا مش طائفي معروف مش طائفي بس هي الحقيقة ما عد فيه ما فيه وعود ولا شي برح الوزير جنبلاط حكي أنه هو نوعد بوزارتين بش أحكي أكتر منها برح قال لعبولاد بالتحاصص بين الرئيسين يعني طيب يحوه هو عم بيحكي أنه نوعد والسناء الشيعي ساوسان قال مسحة تقيلة أنه خارجية وأنه سياحة تبع أنت ما فيك اليوم توزع بومبون على الكتل وتقول أنا رح أعطيك هيك بس ما بيين أنه وزع بومبون أول شي مصادره المقربة بتقول أنه أنا ما عم وزع بومبون بلس سحب البومبون ما عم بقوله ما وعد حدا والدليل أنه مبارح لقاله وليد بيك جنبلاط يعني عبر سكاي نيوز قال سمعنا مسحة تقيلة أنه بدون يعطونا خارجية أو سياحة وعلق على هذا الموضوع بالوقت اللي ما بيين أنه فيه اتفاق مع رئيس سعد الحريري أنا بعرف أنه صار التكليف وصار فيه محادي قبل ما عين الرئيس لجنة بعبدالله يصير التكليف صار فيه حكي يومين ثلاثة وراء الكواليس بيقول هالحكي أنه لحتى التسع أصوات اللقاء التشاوري صوتوا معه بدون شي والسناء الشيعي زاد الشي ما فيه إلا نحنا بس هو كيف صار هيدا التواصل كيف صار هيدا التواصل سعدتا بالوقت اللي طلع وليد بيك جنبلاط على الهوى بمقابلة وعلى السقف وهو أقل شروطه مثل ما هي لو كان هيدا التفاهم حاصل ما كان بحاجة لا يطلع من هذه الإطلاق إلا إنه نحن نسينا أنه فيه وزارة من من قبل الوزير جنبلاط رحوا على بيت الوسط وصار فيه حديث مش ضروري يكون ديراكت بين رئيس حريري فيه وسطة بين اتنين بس أنا فيني أقول لك إنه هالوسطة يلي وعدوا وزعوا وعدات اليوم الرئيس حريمة بقدر ينفذها السبب مش خارجي يعني هو وعد ولا يستطيع التنفيذ لا يستطيع التنفيذ شو اللي منعوا اليوم ينبذيك؟ لأنه أنت وقتل بتوعدي من حسد غيرك وقتل أنت بريك توعدي وتقولي إنه نحن بدنا نعمل مداورة وبدنا نجيب تقنيين وبس تجي على الحقيقة ما بتطبقي هيك يعني هو عملك عملك بلان وفركش حاله أنا يكشف اليوم هو بقول إنه هو بيتهمكم بيتهم العونيين تحديدا بأنه هن بيتحملوا عوامل التأثير وفرض الشروط والأسماء في تشكيل الحكومة وهو بيقول إنه لن يقبل السير وفق رؤيتكم مهما كانت التحديات التي تعترضه ويريده حكومة اختصاصيين لا لحزبيين مرتهنين لسياسيين تعرفي المثل بيقول دربني وبكى وصابقني وشتاكى تعرفي وين دربكم لكن ما هو ما أجع وما هو ما حكي معنا ما أنتوا ما بتكون تكلفون للأسلس بالعكس نحن أنتوا ما كلفتوا نحن بالأ ما كلفتوا وما كان بدكن يأي يجي رئيس حكومة نحن ما كلفناه بس نحن مش ضدوا نتبه نحن بدنا ينرجع ينجح وقت اللي رحنا على البرلمان نهار اللي صار المشاكل هي قلنا له إنه نحن منتوفق منشوف كيف التركيبة رح تركبها وساعتها منقول ممكن نعطيك الساعة على أساس التركيب اللي بتعجبكن هو عملكم التركيب اللي أنا بديها هو عم بقول التركيب اللي أنا بديها حكومة اختصاصيين وعم بقول إنه آخر شي أنا ما بدي موظفين يعني هو آخر موظفين للوزير جبران باسيل اليوم ردوان عقيل كاتب بالنهار تمالي بس هو اليوم ما تقدم التشكيلة كاملة الرئيس عن هو عم بيقدم تشكيلة مفكر إنه هو بيقدم المسلمين وبيترك له اتنين لرئيس جمهوري لا رئيس جمهوري هي رئيس المسلمين والمسيحيين وكل اللبنانيين نهار اللي بدي يعترف إنه هيدا هو بيمثل الدولة كلها بتبلش تتوحد المعايير بس اليوم فخمت الرئيس عم يحكي بالأسماء المسيحية عم يحكي بالأسماء الأخرى طبعا لأنه نقال إنه عم يحكي عن الحصة المسيحية وأخذ عليه هيدا الأمر على أساس إنه هو بيمكل ده بيعطي بيعطي رأيي والرئيس حريري بيعطي رأيي بالوزراء المسيحيين طبعا طيب ما هنين بدون يتوافقوا لك يا عمي شو قصتناه هلأ نهاية أول مرة بتتشكها الحكومة اليوم الفرق إنه هالحكومة مش حزبيين أوكي هي ناس هلأ لكي سناء الشي معتوقل بيقولوا عشرين اسم لينا قيمنون أنا ما عندي مشكلة إذا عشرين ومستقلين ليش لا طب مع أنتوا بتكون نفس الشي ليه عم تنتقدم؟ نحنا ما عطينا شي إيه بس بتكون طعتوا ما هي المشكلة إنه ما عم بيخليكم ما هي المشكلة إنه ما عم بيخليكم بس لك يا عمي شو هالحاتر عشو معتوردين بيخلنا نفسهم هيدا التشويش الإعلامي اسمحيلي شو تفضل لكم ما طلب مننا نعطي ما هي هول مشكلة لأنه ما طلب منكم ما عم تتشكل الحكومة ليه ما نحنا ما عطينا نحنا سلمنا الملف لرئيس جمهورية وهيدا صلاحياته الدستورية يعني رئيس الجمهورية عم نحكي باسمكم جبران باسيل جبران باسيل وتكتل لبنان القوي مش عم بيفوتوا بتشكيل الحكومة الناس ما عم بتصدق طب ليه هو عم بيقول إنه ما بدوا يعمل حكومة موظفين لجبران باسيل ما بعرف خليه إلنا خليه يطلع يوضح يقول هيك هيك أنا بعرف من اجتماع التكتل اللي عمره ثلاثة أيام إنه نحنا ما نقيد بتشكيل الحكومة هو عم بيقول إنه أنتوا عم توقفوا صد مانيع أمام تشكيل الحكومة وإنه أنتوا ما عم تقبلوا بولادة هيدا الحكومة إلا وفق أهواء فريقهم هو هيك عم بيقوله أنا عم بيقوله أنا بيحترمه كتير وأنا المساج ما بدي إسمعه من مساعدين ونقبة وكذا خلينا أنا كلهم بيحترمون خلي يطلع يقول مين اللي عم اليوم وصلنا لمرحلة سوسان خلينا نطلع ونقول عليهم بكل صراحة مين هو اللي عم بعرقله وعطي اسمه وشو الوزارة وشو اللي طرحينه أنا بعرف إنه نحنا تكتلنا لا طرح وزارة ولا طلب وزارات عم بيقول بكم تعملوا حتى كان عنا مرونة إنه نحنا بالمداورة إذا لهالمرة أو في شيء للمصلحة الوطنية إنه وزارة المال تكون مع أخواننا الشيعة فنحنا يعني منتلقى الفكرة حتى لهالمرحلة أخوانكم الشيعة عم بيقوله إنه موضوع المالي هو خارج إطار الموضوع المداورة هيدا موضوع خاص بمداولات اتفاق الطاقف وإنه بيعتبروا إنه هيدا التوقيع اللي هنه نحق فيه على أساس إذا بدك يعني حصة الطواقف خلا نحنا بدنا نسهلها لحكومة ولا بدنا نعر بقى هيدا يقلها برو أن كونز إذا بدنا نحكي فيها أنا مش وقتا نحكي فيها بس نحنا كيعني لأبداء حسن النية نوع أنا ما بيعتبر هالموضوع على وزارة المال على أهميته لازم يعرقل بولادة حكومة بوضع الاقتصادي والاجتماعي اللي نحنا فيه نحنا على الحديد بس هو قال صنع جرصة مع المجتمع الدولي هو قرر يروح إلى تجرع كأس السوم وقال أنه أنا حعطي هذه الحقيبة لمرة واحدة بغض النظر عن الطريقة بهني ولكن تم إذا بدك يعني تجاوز هذه العقدة وين تكمن العقدة الأساسية اليوم طالما هو عم بيقول أنه العقدة عندكم تحديدا لأنه أنت عم بتقول أنه أنتوا كتيار ما بتكون حصص أنا مش تيار أنا تكتل كتكتل أو كتيار وطني حر اليوم التيار الوطني الحر ما عم بيطالب وزارات محددة وزارة الطاقة ليستك من لا ما طالب أنا أبأكد لك أنه ما طالب نحن عنا خطاب موحد الخطاب بيقول يكون معايير تتطبع الكل يعني ما تقعد هيدا وتقعد هيدا وتجي على التشكيل الحكومة ما تقدر توفي بعدك يعني اعتراضكم اليوم هو على التفاهمات اللي عملها هو مع السنائي الوطني أما الحزب الله ومع مين ولي جمهة أولا ما هي مش بس وزارة المال هلأ وزارة المال أوكي نحنا منفهم نعمل اتفاقات مع سيمان فرنجية؟ مليش مع السنائي الشيعي وعدهم بوزارات طبعا اي وعدهم مع الرئيس اللقاء اللي هيدا تشاوري ايه مع وزير جملات وعدهم بوزارات مع كتلة الوزير بس اني كلهم نسموه اللي وعدهم نسموه انتو ما كلفتوه طيب طيب نحنا ما سميناه بالتكليف بحط ما بره بجلسة خلي رو يعملها هيك أوكي نو برابلم يعني القوات ما سموه أوكي وما عندهم حدا وما حدا حكيهم بالتشكيل ونحنا خلي عملوه ما علي خلي لاغلبية المسيحية يلي هي تكتلنا والقوات خليهم بره بس اليوم انتو موقفكن يختلف عن موقف القوات القوات من الأساس من 17-20 منذ يوم الاستقالة وهي تقول بأنها لا تريد المشاركة في الحكومة برش يا عشان ما في اشياء بتتغير على الارض لك يا عمي شو صار اليوم انفجار المرفق يعني انفجار المرفق واستئلة حكومة حسان ديار كانت شغلة صغيرة ما صار في عندك فراغ بالسلطة انتبه يون انحنا الاشي عم تتغير على الارض وضع اليوم الاحتياطي بمصرف لبنان الضرورة بإيجاد الحلول لمشكلة الدعم بدنا حكومة اليوم اليوم بدنا حكومة شعب معاش يرحم طيب هو بقول انه انتو عم تعرقله وانتو بتقول انه هو عم بعرق اللبناني بطل عارف مين عم بعرق الليل وعم تقول لدي حكومة اذن انا عم بقول باسمي عم بقول انه طريقة مقاربته للمعايير الموحدة انا بعتبره غلط انا ايدا رأي انا الناية بدي اعطي رأي ايه بطبيعة الحال ايه بدي اعطي رأي وانا وسائب انه رأي هو من صلب رأي تكتل لبنان يلي انا بنتمي له زي ما بتسائب انه من صلب ولا مرة بتكون ضد يعني لكن اذا فيه اختلاف وفيه اختلاف فيه ايام انا بختلف معه بس اللي اللي ملفت ويلي الناس ما بتقدروا لطة ولا بدي تفهموا انه جبران باسيل معالي الوزير هو منفتح للنقاش انا كنت هيك مفكر لا في كتير ايام انا عندي افكار افكار مختلفة مش معارضة انا ولا مرة بالمعارضة انا بالاختلاف لانه اختلاف مش خلاف باختلاف الاختلاف عن الخلاف وعن المعارضة ايه لانه الاختلاف هو نقاش افكاري على افكاري ونوصل كل مرة انا بعرض عليه فكرة بيسمعه وبيدرسها غريب انه بالسرع اللي بيدرس وبيعطي جواب وانا بالجواب اللي بيعطي عم بتقولي ايه لليوم لليوم سابت انه كل اجوبة العطانية انا موافق عليها طيب ما زالوا الاد منفتح على النقاش ليه ما قدر اليوم يوصل الى حل بهذه السرعة اللي حضرتك عم تحكي عنا اخر شي لا تسريع ويلات الحكومة طالما نحنا امام تفجير مرفأ وامام زلزال وقع بالعاصمة بيروت واليوم الحال متل ما انت عم بتقول مواطم بلاش يجوع انا هلا بدي اعطي شي ما خاصه التكتل اذا رأيي انا بعتقد انه شي لي شوي هيك قصة الحكومة عجنب في مؤامرة انا بعتبر خارجية وداخلية لتهميش الوزير جبران باسيل هلقاد؟ هلقاد من يقول هذه المؤامرة؟ قبل كانوا يقولوا انه بيحكي كتير بيطلع على الاعلام اوكي صلنا مدة اكتر من شهرين وايضا وحضور الاعلام كتير محدود وبيطلع بمؤتمرات صحفية معم يطلع مؤاملات ما في شي عم بيطلعوا ارتجالي الكمامة بيحلوا عنه طيب انا بالمواقف اللي خلينا نحكي على كم موقف موقف العفو بس قبل قللي مين عم يعوم المؤامرة عم تقول جهات داخلية وجهات خارجية اول شي مين عم من يقود هذه المؤامرة؟ بالمؤامرة الليش اللي عقوبات شو هي بومبون مؤامرة كمان يعطوه وسام عصدره يعني يعني العقوبات اللي اجت على جبران بعد فترة طويلة يعني انا ما بدي اقولك انه انا ضد او مع لانه هو طلب يعطوه المستندات لأيدانته واذا بيبعطوه الرئيس عون التزم انه نشره للرأي العام وتفوت بالقضاء فانا ايه فيه مؤامرة عليه وهالمؤامرة هي تقودها من البيت المتحدة الامريكية اليوم؟ وفيه عدة قوة من بره وفيه لأبعاد لانه التفشيل الحكومة سوسا يوم هي اللي يركعوا البلد بدنا يركعوا البلد اقتصاديا وماليا حتى الشعب يقلب ضد القضية يلي البلد هي يعني نحنا ملتزمين بقضية فلسطين طبعا معروفة الشغلة فاذا بدنا نقلب هالمعادلة لازم نسأل ريكعين متل ما صار بالسودان علما انه كنتو أبدايتو مرونة كبيرة فيما يتعلق بمسألة سلام اسرائيل من حق اسرائيل أن نعيش بسلام بلا قلتو قلتو سا ديبان إذا اليوم فيه إمكانية روح على هيدا السلام وقلتو أنه ما فيه عداء إديولوجي مع اسرائيل يعني فيه كيفية مرونة بالتعاطي مع هذا الموضوع يعني شو العداء الإديولوجي يعني إذا اليوم حلنا قصة الحدود البرية والبحرية أولا وحلنا قصة اللاجئين تبهوا في عنا مشكلة ديموغرافية نعم نعترف بشي اسمه اسرائيل لا فساعتا نحنا كنقربنا نحنا تنجي يعتبروا لبنان أنه نحنا رح نحرر فلسطين يعني هايدي اسمحوا لنا فيه ما حدا عم بقلك أنه انت نحرر فلسطين بس أنه نحنا ليه حظنا تطلع أنه نحنا على حدود الأراضي المحتلة بس ايه إذا حلت قضايا اللي معلق بينه وبين اسرائيل يدرس التطبيع ليش لا أنا بشوف أنه ما فيه مشكلة جميلة اليوم كياننا غاصب بتقدر تطبع معه دولة إرهاب دولة إرهاب زرعت في المنطقة بس إذا نحنا أخذنا كيان إجا قاعد على أرض ليست له سعط النائم نحنا رح ناخد حقوقنا وبس ناخد حقوقنا والفلسطينيين يرجعوا بكرامتهم على بلادهم طبعا نحنا بدنا نحلل هالنزاع بس هو بأي بس أيمتى بيرجع الفلسطيني عبلادهم ما بنعرف إذا ما رجع إذا ما تحررت أرضه بيقدر يرجع نحنا عنا شروط وإذا ما تأمن الشروط مش عنا عملها نحنا مش خوانة أوكي بس يعني أنت عم بتقول أنه اليوم لبنان يعيش تحت في ظل هذا الحصار من أجل إعطاء أثمان شو؟ أول شي هو الاعتراف بهذا الكيان مثل ما صار بالسودان بس ركعوا فتحوا لهم الخزنة وعطوهم المصاري وشالوا العقوبات أنت نسيتي أنه الرئيس الأسبق للسودان شو عملوا فيه مسحوا الأرض فيه أوكي هلأ سبب غير سبب وفي عندك قصص كوروبشن وغير كوروبشن بس وقت اللي بدون يفتحوا الحنفية بيفتحوها بس بدون يفتحوها نحنا عنا هون بهالبلد إذا فتحوا الحنفية على فريق ضد فريق بيصير فيه فتنة بالداخل هيدا الرئيس عون يلي هو حريص أنه المعادلة الدقيقة الموجودين فيها ويلي هي كمان فكرة وزير جبران باسيل أنه ما نفوت أنه على مصلحة شخصية نكسر الجرة ونفوت بفتنة داخلية طبعا طبعا تقول أنت اليوم أنه يتم التعاطي مع الدول من هذا الممطلق بالوقت اللي يمكن كمان عنا شواهد تاريخية يعني إحنا منروح إلى كام ديفيد منروح إلى اتفاقيات وادي عربة وشفنا أنه ما رحنا آخر شي صار في هذا الاعتراف وما صار اليوم فيه تركيه اقتصادي فيه ضغوطات كبيرة ما راحت الدول اللي عملت هذه الاتفاقات مع هذا الكيان إلى هذه البحبوحة اللي حضرتك عم تحكي عنها بمطرح من المطلق بس ولا مرة كنا عم بحكي أنا هون لبنان كنا بهالوضع اللي نحنا فيه نحنا بوضع استثنائي غريب نحنا بقعر الهاوية ولا مرة يعني وقت اللي بتكوني بالوضع اللي انت فيه وبيوضع الجوع والبطالة والخطر الأمني انت بتعرفي انه البطالة أنا من جمعتين حكيت عنها بالإعلام عمليات اغتيال أنا قلت انه بالفقر والبطالة والحالة الانحدار الاجتماعي بتولد ايه بتولد أزمات أمنية ايه والفراغ السياسة الحاضن لأنه بيستخفضوا منها ايه طبعا الأرض الحاضنة كتير الناس يلي مظلومين وايك بتجيهم مساعدة من المطرح بيقلبوا بيمشوا بمخططات مخططات تهديد طب كل هيدا الجو اللي احنا عايشين فيه كل هذه الأخطار وما خلت اليوم اي فريق يروح الى تقديم تنازل من أجل هذا البلد يعني اذا كانت العقدة مثل ما انت عم بتقول والله عند الرئيس عبد الحريري ليه ما بتقدمونه على الجهة المقابلة كل التنازلات الممكنة والمطلوبة اليوم ليه ولادة هذه الحكومة كيف يعني ما طلبتوا شيء ما انا عبقلك وبأكدلك انه ما طلبنا شيء تنتنازل مش طلبين تواصل اليوم ما طلبنا شيء منه شقاء الاعتراف فيكم نحنا اذا قبلنا انه ياخدوا وزارة اذا قبلنا وهذا حقهم مداورة على الخرجية والطاقة وعلى الاتصالات شو هاتم هادي والله العظيم شغلة انه ما حدا عم بيفهم ما حدا بيقدر يفهم انه كيف التكتل مش طالب وزارات معينة ومعين وزارة يعني بتمشوا بحكومة من 18 وزير هلا اذا طلع اليوم الرئيس سعد الحريري عاصر بعبدة وقدم لكم تشكيلة حكومية من 18 وزير هلو الرئيس بيقرر مش انه احنا ايه بتمشوا بيمشي فخامة رئيس الجمهورية بهذا الموضوع انا ما بحكي باسم الرئيس بس انا ما انت عم بتقل لي انه مش طالبين لا انا نحنا كفريق سياسي مش طالبين اوكي نحنا ما ما توصلنا معه وتنطلوب اه انتو حاطين الكرة بملعب فخامة الرئيس ولا قلناله الرئيس شي نحنا لا من الطرفين مش طالبين نحنا قلنا التشكيل ولا شخصين رئيس جمهورية ورئيس المكلف ونحنا ما حاطين مطاليب عن تحضر لكن ليه معطردين اذا عامل تفاهمات مع غيركم مين انتو ما هلأ بلشت عم تقل لي انه عامل تفاهمات واجه اوزع بومبون لكن ما قلكن تعطلو علشي اوكي بس وزع البومبون للكل ايه وبعد فيه لازم نحنا اربع خمسة لازم ياخد برأيون ما بتطلعدو حالكن ساعة مطالبين ساعة بدنا منهم للمبونات نحنا ما بدنا شي نحنا ما بدنا بس ما فيهم كمان يركبوا احكومة وما ياخدوا بالتوازن المسيحي ما انت عقومش طالبين لكن اذا هو 8 اذا عندنا اذا بحكومته 18 فيه 9 بتسعة اذا هو وزع واحد للقومية وما بعرف مين وكذا واجه اقلو رئيس جمهورية انت عندك رأيي بالتنين رئيس جمهورية كيب بيقبل يعني ما حليفكم القومة لا مش عم بعطي مسهل انا عم بعطي مسهل بطل هلأ كمان بالعكس القومية ما في منه وعسلمتهم موقفا وطنيا طيب اذا عطاها للحصة مسيحية مثلا وين المشكلة اذا انتو عم تحكوا بنفس وطني مالي وين المشكلة اعطيه من الحصة المسلمين ما في مشكلة خلاص لكن خلي هو يعدلها ما هيدي وحدات المعايير ما بيان انه اذا بدك الطرف الاخر قالوله طلع حل الموضوع عند فخامة رئيس الجمهورية وبعدين اتعالى عنها يعني واضح انه المشكلة او اذا بدك يعني هون القصة لازم تنحل وهونك ما بقى في مشكلة لكن هايدي هي بتشكيلة الحكومة بيطلع لعند الرئيس بيعطيها بيدرسوها بس هو ما فيه يجي يقول رح اعطيك النص والنص التاني انا بقرره هو هيك عم يعمل؟ هيك عم بيصير بده تطلع على التشكيلة كاملة وساعتها بيصير في حديث انت ما تنسي انه الرئيس هون عن جد عن جد بعزه كتير لرئيس المكلف بس قد ما بعزه بعض من الحب ما قتل يعني اليوم مواطن عم يدفع تمن هذا الحب يا ساعة النائب للأسف ودليل انه لهلا احنا بدوامة وبحلقة مفرقة عم ندور بدوامة ما قلتلك قصة شوكولات قصة شوكولات عمال شوي شوي هلا هو بومبون داخلي بس لاكتر والاقل ولا عم تستورده؟ هلا هي مش بومبون البيني وبينك اللي بتحمل الوزارة بها الايام يا ساوسان هو بدي يكون عن جد وطني ومقدام لانه يعني انا هلا خبرك شغلي جاي موزارة صحة كنت مجتمع مع وزير حمد شو هالوزير؟ اذا المثال اللي بدون يجيبه وزارة لهالحكومة الجديدة هو فليكن حدا متل هالانسان المهم كتير هلا بيقولوا انه قريب من الحزب الله مش هيك انا ولا مرة تعطيت معه بامور قضاء الشوف او اضايا وطنية حسيت انه بنتمي لاي جامعية بالعكس بيعامل الاطراف الاخرى اكتر من جماعته اذا عنده جماعة انا ما بعرف انا ولا مرة حسيت انه بس فوت عنده على الوزارة بطريقة كيف بتعطى معنا ومعزومة له انه هالزلم حزبي او قريب او مقرب هيدا البروفيل هيدا البروفيل بعدين علمتنا مدرسة المقاومة منذ الامام موسى الصدر وصولا الى مقاومة اليوم مع حزب الله انه المقاومة هي عمل وطني يعني هي ما كانت اذا بدك في سبيل حصة او طرف او فئة في سبيل كل الوطن تحرير كل الارض هيدا احنا بالبيان الوزاري احنا واضحة هو التقييم مش بين بعضنا نحنا بين بعضنا منعرف صحيح تصنيف الخارجي بس هو التصنيف الخارجي بوجود هالضعف الاقتصادي والجوع والهيدا صارت اللعبة تغيرت يعني تعتبر اليوم ساعة النائب بانه ما يجري هو بسبب تعنط رئيس سعد الحريري وعدم فتح الابواب للحوار مع تكتل او مع تيال وطن الحر تحديدا على غرار مفاعل مع الاطراف الاخرين هون تكمل مشكلة رهيا نجواب وقت لي رئيس ماكرون قال لهم انه عمله حكومة رئيس ماكرون عنده كل النواة الحصنية بس هو ما بيعرف كيف التوازنات بالبلد اوكي انا ما استعملت كلمة تركيب التوازنات اوكي لانه هي التوازنات هي رح تصوت بالبرلمان لجلسة تسيئة مش عارف هو عم بقله روح وعمله اندبندان ما بعرف شوها الخبرية كله هدا دون الموندو الإديال بس ما بيتطبق لانه اليوم ما في حدا بالبلد ما عنده رؤية او نظرية سياسية مش ضروري انا انا مثلا ما عندي بطاقة حزب بس انا بعروف شو النواة تبعي وانا شو الاهداف تبعي وفي كتير ناس مثلي ساوسان فما حدا نيجي يقولي انه هولا منجيبهم من الامر او من غير كوكب ومنحطهم ع طاولة هيدا وما بيكون لا عندهم اي خبرة ادارية ولا خبرة سياسية لانه ادارة الوزارات شو هي ما انها ادارة نايت كلوب بس هي وظيفة الوزير اليوم الادارة ولا وظيفة الوزير سياسي وفيه اليوم ودير عام هو الذي يدير اخر شيء مضبوط انا هلأ جاي من الوزارة بقولك ايدا الوزير حمد بيعرف بامور السياسية طبعا لانه كل يوم حطينه عشرين لغم وبيعرف بامور الادارة لانه مدير عام يلاقي اتحده هيدا فادي سنان كمان مدير مهم اه بتفيه تفاهم تقني بيناتهم اذا ما بيفعم بالتقني شو قال الوزير ايدا ايه بس ليه للأساس قبلته بحكومة اختصاصيين وتكنوكرات وكل هادي هي اليوم المصطلحات بالوقت اللي انت اليوم امام ازمة سياسية حادة جدا الى جانب كل الازمات الاخرى بساعليني لقليه ايه كاقوة سياسية لقبلتون انا انا بدي اعطي انا رأيه انا برأيه انه كانت لازم تكون حكومة تكنو سياسية السياسية هي لا تعطي الغطاء السياسي حتى ما كل ما يحكوا بالمجلس يظهروا ويحكوا على التليفون اوكي يكون فيه اقتاب والاقتاب نحن بحاجة الى قانون نحن بزرف استثنائي كل اقتاب يلي مع التكتل لبنان الاوي او ضده لان هوري شركة بالوطن ما حفينا انحنا نلغي حدا ما حدا ملي حدا اقتاب يعني مثلا ازا ازا اه بدنا نحط مثلا ستة او تسعة متل ما يعني متل مبادرة الرئيس ناجيب مئاتي ايه اوكي ازا بدنا نحط عن طيال الوطن الحر القطب مين الوزير جبران بسين هو بيقرر مين الاقتاب بالتعريف يعني تعريف المصطبع مش ضروري يكون اول اه رئيس الرئيس التكتل هو بيقرر ازا هو بده يجي بيجي هو اليوم بعد في امكانية يجي هو في ظل العقوبات التي وضعت اه وادريجت بحقه العقوبات على الوزير جبران هي اشحاف بحقه لانه انا النهار اللي بشوف انه مزبوط صار فيه ارتكابات وصار فيه ادلة انه هو له ايد بالفساد انا رح اخد موقف وانا بعرف انه ما في هالشي هيدا هو ذاته الموقف ينسحب على عقوبات على الوزير فنيانوس والوزير علي حسن خليل لانه شفنا الطيال الوطن الحر انا ذاك قال انه هيدا اثبات على انه انفاسدين انا ما قلت هيك وما سمعت حدا من فريق ايه عال السوشيال ميديا على الاقل لك الشماتي عايب وقت الواحد بيكون عنده هيك مشكلة تاني طا يطلع متل ما سمعته مبارح وغير وقت الشماتي عم تحكي عن مين نائب سالك مصطفى علوش قاله بشكل واضع على الهوى مبارح قال انه هو شمتان ايه انا مش شمتان امدا بالعكس بالعكس واحدا بيتمنى الشر لخصمه السياسي لانه هيدا خصمه السياسي ستساوصان هو شريك بالوطن عايب اليوم عم بيتم التعاطي على اساس انه انتو كلكن شركة ببعض ده كانت عنا جلسة نهار الاربع بهذه قصة التعم او ماي جاد ايه فيه فيه تنوع فيه اراء فيه اليوم قلبة الموازين صارت الحكومة بدل ما هي تصلتا تنفيذية تاخد الارارات صارتا انتو عم تكون تاخد الارارات عنا بدها تكبه علينا طيب فكان لك الرئيس بري ورئيس فرزلي عندهم حنكة سياسية مميزة مميزة طيب اليوم المعلومات ده تقول انه افصحوا مجال لكننا نحكي اوكي الكتال والمستقلين عطوا اراءون وعطيهم جمعة ايه ما بعرف اذا رح يضعوا لجلسة بس انا بقول انه هالجمعة هاي ده بس ما ايخشي ما عم تقول مانا من صلاحية مجلس النواب هاي ده الموضوع من صلاحية اليوم انه بس عمنا فينا نبدي رأي بطبيعة الحال انتو بتقدروا بتبدو رأي بس ما بتقدروا تاخدوا الارار المفروض تاخدوا الحكومة لا نحنا دورنا رقابي وتشريعي بس عنا افكار ونحنا كلجنة اقتصاد يعني ما وفرنا وحكينا معهم هازألك لجنة اقتصاد شو عم تعمله لكن قبل ذلك اليوم يعني كمان اتيت على ذكر الحكومة المستقيلة وعم تقول طالما انه كمان ما في تواصل قائم بين الرئيس سعد الحريري ورئيس حسان الدياب بالوقت لرئيس حسان الدياب عم بقول انا ارفض الدعوة الى جلسة للحكومة تخلى عنها الجميع واخر شي طلبتوا باستقالتها لعم ترموا المسئولية علينا اليوم لانه توافق؟ لا لا اوافق لماذا؟ انا مش فرنسيوي بسموها سو دي مار يعني انه انا بنك رئيس بعمل هيك بالشأن العام انت وقت تتكلف وبتجي تاخد سئة البرلمان وبتجي رئيس حكومة لو قدمت استقالتك انت تصريف الاعمال هو ما فيك يتقولي انا بطلت خلاص مش حرد القصة وانا عندي عتب على بعض الوزراء هو حردان اليوم يعني هو يتصرف من منطلق الحردان في وزارة عنده بالوزارة حردانين مثل مين؟ مين الحردانين يعني؟ ما بعرف انا في ناس يعني عم بشتقلهم عالشاشة مثل مين؟ او بحب بشوفهم لمين اشتقلت؟ يعني مثلا وزير البيئة اشتقتلو؟ ايه اكيد لانه هو محترم ايه كان عمد عامل انجازات يعني ما بعرف شو عامل انا كان بتمنى اعرف اي اساس تشتق؟ تشتق للشكل يعني؟ انا بشتق اه يعني انا بشتق بالمضمون ما بشتق بالشكل لانه هيدا شأن وطني اوكي بدك تفوتيني غير ما شو المضمون اللي اشتقتلو؟ اشتقتلو انا لانه عنا النفايات ومشاكل طويلة عريضة كانت بحب زلمة عندو خبرة بالشأن العام يقلنا وين صار ايه حل مشكلة النفايات؟ نحلت؟ ما بعرف انا شو صار فيها اه ما بتعرف انا بقرأ كل الجرايد والتلفزيونات وبقرأ الانباء الكويتية وولي كله ما عرفتش يمكن طب بالمعلومات اللي عندك يمكن عبي شوها وغير الجرايد المعلومات اللي تلاتي لا تنشر في الصحف ما بسمع انا اه ما بسمع ما عندك تواصل قنوات تواصل لا لا ما عندي وقت انا عندي شغلي بالمجلس وبكتلة لبنان القوي والقضاء الشوف عن جاد ما عندي وقت معي جزء من شغلكم ايه بس جزء من شغلكم تعرفوا المعلومات الصحيحة لا تطلعوا وتقولوا للرأيي العام شو عم بيسير خلي هني نتلعوا جزء من شغلكم تعرفوا وين صارت الازمات واذا في الى حلول ايه او لا اوكي انا بقطاع الاقتصاد والشي اللي انا مسؤول عنه اكيد وامتابعين وعم وقت الفيشي مع الوزير عم ناخد موقف بس نحنا مواقفنا علمية ما انا مواقف هيكة انه شعبوية وبهورية ما بدنا نشتغل علما ان انتو يعني كمانة يعني تمتل شعبوية كتيار وطني حر وقت الانتخابات يعني متلكم متل غيركم ما اصرتوا بهذا الموضوع كي انا عم بتحكي على الانتخابات ما هني استعملوها ضدي هني قصدك الطيار ما هيك انا مش هيك مش هالطريقة واكيد صارت طريقة عفوية ما صارت باعاز من رئيس الطيار الوطني حر انه يعملوا هيك بس بيقولوا انه بالانتخابات هيك اشياء بتصير وانا تقبلتها انا تقبلتها بصدر راحة انت دايما قلبك كبير تتقبل كله طب لا مين اشتاقت بعد غير وزير البيئة وزير البيئة هلأ انا كنت اشتاق له اكتر لوزير الاقتصاد هلأ صلنا نشوفه يعني كان بالجلسة وكان كتير يعني جنتلمان لبنانيين اكيد مش تقولوا اللبنانيين مش عم بيفهموا انه هايدي عمل لهم سلة كانت انجاز اخ على السلة هايدي سلة نحص هنجد سلة نحص لانه ما تدرسوا لانه ليه نحنا كنا عم نقول انه لازم نعمل ستة شهور مينموم انا اذا بمؤسسة وما عملت شي long term يعني ستة شروع حتى سنة كون فاشل ايا مؤسسة بيديروها بشهر بشهر كان فاشل هو يعني سياسة الدعم فاشل ايه نعم مين عمل هايدي السياسة السياسة عملت بالوزارة والقوى الامنية مساعدوا فيها التجار كان فيه ابيوز يعني استفادوا منها واخر شي طلع المواطر المعطر هو دفع حقا دايما المواطر المعطر هو اللي بيدفع حقا كل شي لو كان صار فيه ضبط للمعابر وللحدود ولو كان فيه مراقبة الاسعار بفترة سريعة مش انه ننطر لندرة بهول المتقعدين الجيش وين اني وين اني انا بحضر الاخبار بيقلك اسعار المزوط ببلدات ناقية اغلب كتير من السوق المحلي بعد فينا نقول انه فيه نحنا يعني نعيش فيه عهد قوي او بلبنان القوي او فيه لبنان قوي انا بيقلك انه انا ما ما بعرف كيف تلعب هالكلمة القوي بس انا بقول انه عزيمة الرئيس عون بمحاربة الفساد صدقوني هي قوية جدا بس هي كافية؟ وهي الان يعني اليوم كافية العزيمة؟ لانه واضح انه لهال درته تحارب الفساد يعني فيه شي مطرح حربته فيه الفساد يعني هي معركة كتير قوية ها فيه هلا وين هلا اليوم يعني انجاز واحد بس انتو ما بتكون تشوفو بلى فرجينا احنا عم نسألك لاتقلنا من يومين صار فيه ادعاء على قائد الجيش السابق وعلى كذا جاء اهوجي ايه وعلى كذا هدا انت كنت تسمعي فيه عادي مم مش لانه تم رفع الغطاء عنهم خارجيا وين الغطاء؟ مش هيك عادة بتصير الامور بالبلد؟ وين الغطاء؟ اي غطاء؟ عم بسألك بيحوى بانفجار المرفأ في عندك شي خمسة عشرين واحد بالحبس ايو عمين قال انه في ناس ابرياء فيه شوفير وصل المهندسة مثلا ما كان المفروض يكون مزبوط فيه رؤوس كبرى ما احد احكي معه يعني فيه اسئلة كثيرة مطروحة اصلا حول هيدا الموضوع ليه التحقيق بعد لا هلأ ما طلع؟ لانه التحقيق كانوا مناطرين يطلع التحقيق صور ايه ما بدون يعطوكن ياه عطوه عطوه؟ ايه وين عند فخمت الرئيس؟ دعا باللجنة يالي عم تحقيق ايه وشو طلع؟ لك فيه ارار بدنا ناخده مش بس ارار تحقيق ارار شو كيف بنا نتعطى مع التأمين لهالمتضررين بس قبل اذا عطوا الصور بيّن انه في صاروخ انه عمل عدواني انه عمل ارهابي لانه نقال انه فيه اكتر من فرسيون بهذا الموضوع انا ما شفتوا التقرير فما بدي انا ارتجيل بس عندك معطيات عم بتقول ان عطوه؟ لا ما عندي معطيات انه شو هو ما سألت عنه؟ المهم انه شركات التأمين والعديد عم تدفع مع مين قال انه صار في تهرب ما بدو يطلع ينقال انه لنقول اذا كان عمل اهمال لنقول دولة ساعتها معنية بانه هي تعود وبالتالي مش بس شركات التأمين هلا الموضوع كله صار انه بدون شركات تأمين يعودوا بالوقت للدولة شايلة ايضا من الموضوع يعني ما هو كله موضوع علامة علامة استفهام لا عم بتقول ليه مزبوط طيب لانه المهم انا شو المهم لاني انه يتعود على المواطن يتعود على اللي فقد سياراته اللي فقد بيته اللي فقد حياته اللي فقد بيته اوكي وهو اللي الشركات عم تدفع والجيش مشكورا ساعد كتير بالتعويض على المتضررين ببيوتهم راحوا على بيوت دفعوا نحنا كل شي بنشوفه سلبي ما في شي منيع بس ما هو الاجابة الوحيد اليوم يمكن انه راحت هيدا الامور عبر قيادة الجيش وما يمكن ما مرأت عبر قنوات كان في خوف انه اذا ما رأت عبره ما توصل هذه التعويضات كانوا حطوها بجيابهم طيب ايه مزبوط وهي دي قصة الدعم اليوم عم نشوفها ايه لا انا وقتل عم نقوله انه ما نجحت لانه هي الدعم ساعدة التجار ساعدة التجار ورفعوا اسعارهم ويعطيهم العافية طيب هيدا كله عشوب الدل ايه هيدا عشوب الدل ايه ايه هيدا عشوب الدل ايه بدل انه ما في دولة وما في هيبة وما في قرارات اليوم ما حدا خايفين ما في تنسيق بس فلس انا بخبرتي العصيرة بلجنة الاقتصاد لانه نحنا تسمعنا الاتحاد العمالي سمعنا لرئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي سمعنا للوزير لا بايدا وي عندهم مدير عام بوزارة الاقتصاد مميز صحيح نعم وعالارض بتجواب معنا كهيئة رقبية ونشيط ونشيط ايه فانا بتمنى يكون يعني كل الوزارات تكون مثل مثل محمد ابو حيدار طيب بس النتيجة او مثل فادي فادي سنان اوكي في عنا شخصيات مهمة اوكي بس اخر شي النتيجة لوين عم نوصل النتيجة مين اللي عم بعرقل طالما انه عنا القدرات الدعم فشل زلوسا الدعم فشل وانا بقول من هون لجمعة اه الارجح وانا انا بيعطي رأيي كبرلمان يعني انا ما بدي اعطيهم الخطة بس انا بقول اذا دفعنا لكل لكل بيت نحنا بنعرف من الضمان الاجتماعي ومن وزارة المال وكل الهيدا منعرف مين يلي بيقبضوه على الحد الادنى انا بيرأي هولي كيف تعرفوا اليوم هلا انتو لما تقرير البونك الدولي عم بيقلك انه اكتر من نصف الشعب اللبناني سارت تحت خط الفقر هلا ما فيك تصنفوا كيف تصنفوا انتو اليوم بسائيه ما فيك تعملي بلان بلان يطلع بيرفكت بس انه نحنا بس ليم على اي اساس بيصير التصنيف اليوم الموظف اللي بيقبض مليون ليرة هيدا وين بتحطه بأي كاتيجورية عندنا هيدا بحاجة الى دعم ايه كيف تعرف اذا انت اذا هو بحاجة او ما بحاجة اذا انت مش عامل الدراسة بشكل صحيح اذا بدنا نعمل دراسة وهيدي النابة يعني رئيس الحكومة شطورة هي عم بتقول انه نحنا ما عنا وقت لنجمع الداتا الموجودة بالشؤون وبين الجيش وفي اذا حطينا شهرين ثلاثة فينا نعمل داتا بس لعندكن وقت بعد ما عم بقلك حاكم مصرف البناء لشهرين وراحين الى رفع الدعم سلكون سنة نانترين ما عملتو شي عم بحكي كأنتم بالجملة يعني هنطلع بفاصل ومن ثم نتابع هذا الحوار نتابع سياسة اليوم وضيفي سعادة النائب فريد البستاني عضو تكتل لبنان القوي بعد الاسئلة مطروحة فيما يتعلق بلاشت عم تقول انه هناك مؤامرة حكيت عن مؤامرة اليوم يتعرض لها الوزير السابق جبران بسير حكيت عن مؤامرة خارجية وداخلية يعني هون شو تقاطع بالتواطق مع افريقاء داخليين والله هن الداخل خلوا الخارج يحطوا الوزير بسير على لائحة الارهاب انا بس شوف العقوبات عفوا هالعقوبات انا بعرف انه اميركا دولة عظمة اذا هنن مزبوط هيك انا بعرف انه هيك خلي يطلعوا شو هنن اللي ده تنحكمه ده متل ما قال رئيس عون نقدم هالبروف للقضاء معادة الكون السفيرة اميركية انها ما بنشتغل بعيد الطريقة يعني انا بتأسف اذا انا بجي بقول انه انت هيك وهيك وهيك بس ما بقول مين قال لي ومين عطى البروف تقبلي هدا هاتهام طيب برأيكم هو اغتيال سياسي وهو اتهام سياسي ليه اليوم يدفع تمن هدا التحالف مع حزب الله بشكل اوضح انا راح اقول شي اكتر من هيك سو سو هو مش بس هاتتحالف مع حزب الله هلا عم بيقول الوزير جمبلات انه ما بدو وزارة الخارجية لانه اجو حطوه لوزير جبران بوزارة الخارجية وطلع هو بوز المدفع لانه كل المواقف اللي اخدناها كوطنية اعم شاناك ما بدو لا لا بس عم بقول انه هو دفع كتير بس اليوم واري جمبلات عم بقول انه ما بدو لانه ما فيه سياسي خارجي للبلد كيف ما فيه سياسي خارجي اكيد فيه سياسي خارجي وهدي هي راح تجيب المساعدات وهالمساعدات راح تكون على علاقات اللي بين مسؤولينا للنظاف المحترمين مع الهيئات الدولية شو قصتنا ساعدتك بارح سار فيه مؤتمر لمساعدة لبنان الشرط الاساسي كان فيه انه ما تمرو عبر القنوات الرسمية انه هادث المساعدات تروح بشكل مباشر للشعب اللبناني بس هيدا هنا مضوط انا مزعلت انا حقلك شغلة مزعلت ايه بس انت عم تحكي شيء يناقض هذا المشهد لا 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 للسرعة اذا اليوم بيشوفوا انه لازم ينعطوا لـ الـ UNHCR او لـ UNICEF وكذا انا ما عندي مشكلة خلي يعطوهم بس يوصلوا للشعب ما يقولوا انه اجوا نزلوا على الاسواق وباعوهم للكويت او غير دول وين فيه مجال انه ايه بس هيدا المجهد ما بيعملكم ردة فعل انتفاضة على شيء اسمه كرامة وطنية بالوقت اللي عم بيقلك هذا المجتمع الدولي انه انا مش معترف فيك وانا بدي اغطى اليوم مؤسسات الدولي شو يعني؟ اذا عملنا الاصلاحات واللي صارت عرفتي هيدا نرجع السئة فينا نرجع نسترجع طب ما انتو حكومة مش عارفين تعملوا كيف امتى بكنت روحوا تعملوا الاصلاحات اي انا ماني مش مبسوط انه هلا عم بتقولي انه انه حكومة انا برجع بقول انه اذا ما وحد المعايير واخد ستاب باك وقال انا رح جبلك بكرة حكومة وهول الاسامي لا 18 وزير والرئيس عون تقبلوا بتشكيلة من 18؟ ايه اكيد لانه ما كنتو قابلينين مين احنا كفخامة الرئيس عم بحكي الرئيس قال انه كان بيفضل 20 او 22 خلينا هو يقرر انا ما بقرر عنه ما هو مقرر هو بس يتيجي التشكيلة بزينة بيدوزنة وبيعرف وعنده خبرة وعنده خبرة التعاطي مع الوزير مع دولة الرئيس حريق تابلين قال انه لن يقدم على خطوة ان بيطلع على اسرب عبده وبيقدم تشكيلة جاهزة لانه تعتبر بمثابة لغم سيضعه بين يدي فخامة رئيس الجمهورية لكان هلا يعني لو صارت مبارح كانت بربارة مباركة يعني لانه مبارح كان متل ما بتعرفي عيدنا عيد البربارة وكان عيد عيد مميز لانه نص الشعب نص الشعب الفقر نص الشعب الفقر وان بحضر على التلفزيون يلي يلي اشتروا كانوا يجيبوا اتنين كيلو حلو يجيبوا وقتين او في ناس ما قدرت تجيب شي او ما قدرت تجيب شي ببكة طب وين يعني بس تطلعوا تقولون انه شي ببكة شو عم تعملوا يعني في ناس مش حاسين مع الشعب طب مين حاسس مع الشعب نحنا انا كفريق سياسي اكيد 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 نحنا موجوعين مش حاسين في وجعه موجوعين على الشعب ولا من الشعب ولا من غير كون ولا من مين لا موجوعين على الشعب من كل قلب انا بخير احكي انا انا بشوف انا كوارث وطنية ونحنا بشوف بحاجة انه نرص الصفوف تنقف بوجه المجاعة اللي هي جاي صوبنا وبعد بعد المجاعة هو الحوادث الامنية بلجته برص الصفوف ايه نعم اكيد فاتحين قنوات التواصل مع مين مع وليد جنبلاط اليوم واجبنا ايه واجبنا اكيد معلما انه على ما يبدو ما فيه يعني في قطيعة بيناتك او بين وبين انت يا الوطن الحر لا انا ما انا مش بهال بايه لفل انت انا هون تحت عالقرض انا ما بحس بفيه بهال بهال هيدا ولا مرة الرئيس او الرئيس تاكاتول قال لي انه في قطيع ما انا بشتغيل شغلي طيب لمصلحت اهل الشوف بس انا انت نائب البرلمون اللبناني انت نائب عن كل الامر انا انا رح قالك اكتر من هيك بوضع بهال الوضع الطائفي اللي احنا فيه ووجود نائبين لا تكتل لبنان القوي بشوف انجاز عظيم وانا اه بشكر كل واحد صوتلي مع انه ما رح انه نكتار يعني نسبيا بس يلي صوتوه لي انا بحصل لي الشرف انه انا اخدمون ورا اخدمون اكتر واكتر والمسيحيين اللي هني بشوف هني برقبتي وانا بتمنى انه اكتر مسيحيين يطلعوا عشوف ونكون عن جد صار في عودة حقيقية وانا بحقيها للوزيرة غادة شريم على الشغل اللي عملته بهالسنة هايدي لانه من اول اليوم لمبارح انا عم بتتبع هدا هالست عم تشتغل وهي كافة شغل اللي عمله زميلي معالي الوزيرة غسانة الله طيب امتى بصير النائب بيطلع بقلنا ان هو يعمل خدمة المواطن اللبناني في كل لبنان انا عم بيشتغل انا قلنا نحنا بتلاتين شغل انت عم تشتغل بالمجلس المريب بس عم تشتغل لا اهل الشوف مساعدات لترابلوس لمناطق بالبيئة اشتغلنا غير مطارع ببيروت نحنا مؤسستي كانت موجودة بعد انتجار المرفع نعم نعم فعنا كتير ناس ساعدناها اعداد كبيرة فانحنا اللي عم نقوله عم ننفذه طيب ما هو كمان المشكلة الاساسية متل ما بلاشت وعم بتقول انه مشكلة بنيةوية مش اهيا نروح الى بناء هدا الوطن اللي كلنا عم نحلم فيه ويصير العمل بالشكل الصحيح بالشكل يعني الثلث المفروض انه تعمل مؤسسات وتاخد دورة واخر شيء مبطل في فيه حق وفيه واجب ويصير المواطن يعيش مواطن شو بدي قليك انا لو بدي شكل الحكومة بقليك كيف بشكلها اي كيف بتشكلها انا من عبكرة ساعة سبعة بدعي كل هالكتلة النيابية اللي بالمجلس وبرات المجلس في عندي قيادات مش بالمجلس اوكي بدعيهم وبقعد بحكي معهم وبياخد سنتاز وبعد الظهر بسكر الباب ساعتين ثلاثة شو بده ها 18 اسم بعمل ترياج بكل وزارة بشوف مين الافضل مين الانسب وبعمل مسودة بدول بدول بتصل بالرئيس هون وبقل له على رجل عندك دول سيارتي انا بطلع على الاصر ايه هو بدي يطلع تماما وبقل له فخامة الرئيس يا حيا هادي اول مسودة طيب رح اترك لك ها ساعتين لحضرتك تشوفها وانت بس تخلص دقلي دقلي انا بجي لعندك طيب السؤال المشاورات النيابية غير الملزمة اللي صارت مع كل القوى السياسية اللي هي بالمجلس النيابي هادي شو مش مشاورات مش معترفين فيها بلا انا يعني عام اللي لازم يعلم انا اللي احضرتها وسمعكم وسمع مطالبكم انا اللي احضرتها كانت واضحة انه قال له انه بنا نحنا لو انه ما سميناك نحنا مستعدين نتعاون معك ونحنا ما عنا مطالب ونحنا منطلب توحيد المعايير ونتمنى لك كل خير انا هادي اللي سمعته ايه وفلاينا غير هيك معاد صار فيه تواصل بس واضح انه هم واحد المعايير والدليل ما عم يحكي مع حدا ما هم سكر الباب ما عم يحكي مع حدا هاي الطريقة يعني معكم ومع غيرهم هيك يا سوسا ما هيدا اللي عم نقوله عم نقول انه الابروتش انا برأي المتواضع مش مزبوطة بسهلا وقت نفوت بهدي التفاصيل بالوقت اللي البلد عم يوقع بالوقت اللي الناس عم بتجوع بالوقت اللي رايحين عانهيار وحضرتك حكيت عن خوف من عمليات امنية ومن انه الفراغ اليوم قد يؤدي الى مشاكل ولبنان شو؟ شو ما اصيره ساعته؟ شي بواجع القلب نعم برأيك شو اليوم عوامل بس داخليه؟ ما في حكومة انا بقلك ايه هم اللي خير ليه؟ ليه هالقدي واسد؟ لا هيك انا هيك بقول ليه لانه عوامل داخليه اليوم؟ انا كل مرة متل ما بتعرفيني متفاقل كتير بس انا اليوم بهالطريقة التعاطي كمالي الرئيس حسان دياب مش هلا دي عاطل يعني انا اجه سنة ولا اشتغل هالزلمة يعني اشتغل انه هو بس ما هو نقول انه انتو ما خليتوك هو سياسية يعني ما خليتوه يشتغل اوكي اشتغل اللي اشتغلو اوكي وكف نضيف وانا بتحدى حدا نقول وما سمعت اليوم انه في ملف فساد او غمتنا فساد على حسان دياب اوكي انا جاي عالقصر تعال عندي عالسراي نتباحث يحو بايدن وترامب بس هو ليه بدو يحكي معه فيه اليوم يقوم به لانه 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 ازا تشكلت الحكومة بكرا ايه وهيدي الحكومة استلمت لازم يكون في خطة ما انتو عم تقولوا ما في حكومة وهو اليوم رئيس حكومة تصريف اعمال والقانون بقله والدستور بقله انه في صرف الاعمال بي اه يعني دستوريا بيقدر لشو يناطر كمان التليفون ليه صار التليفون هو الازمة بين الكل يوم يعني انا انا بالتواصل بتكسر كل الحواجز هتا عدم التواصل عم يعمل اشيه عم بي الناس عم تفتكر اشيه مش موجوده طب صار فيه تليفون لما اجه الموفد فرنسي بشو عالت تليفون الموفد فرنسي اجه عامل اتصال بيننا بقيس سعد الحريري وبين الوزير جبران بس بس ايه ازمة تليفون بس كان لازم يتطور ايه ليه ما اتطور ما اتطور ما بعرف ليه قال انه علاء خواجة عم يشتغل على الخط يعني انه على خط التواصل بشو عالتواصل لكن بدك يقلك مين بيتواصل وبينجح مرزع لي مني الرئيس بري ايه ليه عم بيرده عليه ما عم بيقله ان المفروض تعمله حكومة مبارح حبل اليوم انا حاسس هيك انا هيدا تحليلي انه الرئيس بري قرب من مرحلة انه يحط ايده فيها اكتف يعني يفوت بالمعركة لا يحلها لانه ما في غيره بحلها يعني برأيك اليوم لانه صارت صار كباش وهدا الكباش لازم ينفك برات الاصر الجمهوري هل صحيح بانه اليوم يعني دعم حزب الله الوزير باسيل هو كمان الذي عرقل اكثر بالمشهد القائم؟ يعني انه هو شي معنوي انه يدعم الحزب الله الرئيس باسيل بعد العقوبات صحيح شي طبيعي وطني ومعروف عن المقاومة انه هني جماعة مبدئيين وبيقدروا المنيح يعني اللي عملوا بس بدي كن بدي اقول شغلي قبل هلأ رح اقوله انتخاب الرئيس عون كرئيس جمهورية بعد الفراغ السنتين ونص وغلوة عبر والصعوبة لا يصار رئيس عون لمجلس لرئيسة جمهورية دفع حق الوزير جبران باسيل شي يعني؟ يعني الفراغ الحكومي اللي ما هو يتهم حزب الله بانه عطل البلد من اجل ايصال فخامة رئيس الجمهوري ميشيل عون الى قصر بعبدة مش هو بس غير قوة كمان طيب ليه اليوم بدو يدفع تمن؟ لانه وقت اللي في كتير افريقاء سوصان ابلوا بانتخاب الرئيس عون على مضاد اوكي وابلوا انه هيدا اوكي هيدا كان هنا عم ينتقموا منه اليوم هيك يعني اليوم نحنا عم نشتغل شو بالبلد مش سياسي عم نشتغل نكيات نكيات كأنه عم ناخد بطارنا من بعض عم ناخد بطار اينا يعتبروا انه لازم يفشل ميشيل عون سوري رئيس جمهوريتنا يفشل بوقت اللي هن بيعرفوا فشل رئيس عون وفشل الدولة طيب بالوقت اللي هن عم ياخدوا التارات من بعضهم يعني عم بفكروا انه البلد ما بقى في بلد؟ عم اكيد عم بيفكروا ايه خايفين في حدا مش ايش يعني حاسين بخطورة يعني ما وصلت لي الامور او انه هن كمان اليوم متواطئين لايصال البلد جبران باسير جبران باسير عم بيتحمل اليوم على طهره وعلى صدره انتخاب الرئيس عون انتخاب الرئيس عون ويصالوا لقصر بعبدة النتاج الكونسيقانس هي صارت مثل تسونامي اوكي تسونامي على جبران باسير داخليان وخارجيا وركبوا له قصص وخبار وخنقوا ودايقوا وأكلكين بالخارجية وا 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 ورح تجي نهار اوكي انا ما بدافع عن حدا ينوي يدفع ثمم وصول رئيس الجمهورية الى قصر بعبدة وليس ثمن تحالفه مع حزب الله مشان نفهم يعني يمكن كومبينيشن اه في كومبينيشن بيننا كومبينيشن بلاتر يعني عرفتي اوكي مينك بعد عم يدفع أتمان في البلد مين عم يدفع اي تكتلنو تكتلوا بنانا القوي من خلال شو انتم لانو نحنا جايين بمنحة اصلاحي اي وما قدرتو ما خلوكن يعني انا ما بدي اقولها انا لا لا انتم بتقولوا عادة يعني قصة كلكن يعني كلكن وما خلونا لا ما خلونا دايما ما خلونا انا ما بدي فوت في هالخبار انا بقول انو ما الفرص اللي كانت عنا كانت ضئيلة جدا واليوم عم تشوفها على طلوع لانو التحقيق الجنائي وهالاشيه اللي عم تنعمل اصلاحيا يمكن تكون بلدناج تكبر بعد عنا سنتين اي انا ما انا مايقست من حالك اذا ما شكلنا حكومة سنتين تقدروا تعلو فيه يعود باسلامتك يعود باسلامتك اي اذا ما انا مبارح لكي نهارة الاربع عادي الجلسة تبع الدعم شو هال شو هال هال هالجلسة المهمة لانو صراحنا اي مهمة اي مهمة يعني اول شي الرئيس بري كان كتير مقدام وشجاع انو يعود هيك جلسة ورئيس فرزلي كان محنك مثل عدته في ادارة الجلسة لايدير الجلسة لانو كان فيه صدام كبير كبير بالافكار طبعا اما طلوع عبروا عبروا والوجود عدم وجود الحاكم كان شغلة زعجتنا اي اكيد زعجتنا لانو احنا مفضل نحكي معهم اوكي انت وقت اللي بتكون عندك بتكوني بريستوران وتاكل اكلة عظيمة بتقليلهم تحب تشوف الشاف يعني مش بجيبوا لك واحد شاطر بس هو بس فرم البنادورة اوصدك النائب اللي بعتو ايه مع انو ادمي هيدا بس ما عدو هال هالدف يعني البرفوندور بالموضوع فانا برأيي المتواضع يجب المحافظة على رياض سلامة بالوقت الحاضر انت كفريد بستاني ولا كتيار وطني انا كفريد بستاني انا بقول انو اليوم مش وقتا نغير شي انا ليه يجب الحفاظ عليك لانو بدنا نفهم شو صار جوبا سعم تغرب خارج السر بالموضوع ايه نغرب انا خارج السر انا بقول انو وهيدا هو شي الحكم هيدا هي الحكمة بالقيادة وبالسياسة انو خلينا نفهم انو عن مضبوط شو صار يعني المطالبة بايقالته هي من غير الحكمة وبعيدة عن السياسة قبل ما نستلم كل الدنيا وكذا انا لو مطرحوا بعد ما وصلنا لهون بستقيل لانو انا في انسان عنده كرامة اكيد بس هو عم بقول انو المشكلة كلكن عم تحطوها عندي وهي مش مشكلة لوحدة هيدا مشكلة اذا بدك تتوزع على الجميع يكي عمم هيدا هو التدقيق الجنائي هيدا رح يفرجينها بس مين اليوم مين عنده صلاحية اقالة حاكم مصر في لبنان للبلد الا اذا اتكب اذا اتكب بتمشي مرحة قضائية بس هو اليوم بعد عنده لا يستطيع فخامة الرئيس اليوم الاقدام على هكذا خطوة لا وفي هيك اخبار بتقول انو عم بيجربوا وبيعملوا عايب هلا مش وقتا احنا اليوم خذي نتيزة من زمان بلش القصص لا بارف بارف يعني هلأ تظهرت بهذا الشكل ليه جددولو لك يا سوسان انتو ما كنتم الناس اللي جددو ما كنا بالتجديد وقتليلية كانو ناوين يشيلوه اي ليه جددولو ما بارف انا يعني بدل من عمل خضة اليوم والبلد على كاف عفريدو ما هيدا دليل اضافة هيدا دليل اضافة انو الموقف هو للشعبوية والتنفيذ في مكان اخر يا سعدتنين المصاري يقولوا وين المصاري قادر رئيس شو اسمه جمعين المصارف بلبس الماسك هيك ما شرفنا شفافه ما عرفنا شو بيقول ايه بس ماليوم مفتوض ياخد الماسك يحط الماسك مشان في كورونا لانو رئيس لجنة الصحة كمانا نيابية عم بيحذر لا بس عم نسأل سؤال انو وين المصاري القرنين قلب المصارف قلب المصارف قلنا بالمصارف فانا انا زميلي زميلي ميشيل الداير سألوا عندك المصاري ايه شو قال لون مش معنا رد لانو حاطت الماسك ولا لانو ما رد يعني انا ما شفت شفافه ما بعرف انا بفضل كنت شوف شفافه لا يقول شو بياهو بيعرف وين المصاري وين المصاري تعرف انت انا بقولت المصاري صرف صرفتها الدولة يعني عم تقولون للناس ما بقلكم مصاري بالمصارف يعني في اسم كبير بدنا نوصل لمرحلة وللأسف نقول انو ايه بس انو فينا نعمل بلان وعشرين الف مع واحد بالمية او واحد وربع بالمية فويد بتقبلي بس انتي ما في كي تسحبيه دغري بس مين قال لك انو بيقبلوا بنا نرجع نقبل ما في هيدا الحال مع انتو ما سألتون قبل ما تفضلون المصاري بسألنا عبعطيكي انا اكزامبل وهيدا هالخيار بنا شوف بكرا بلان ا بلان بي مع الصندوق الدولي ادي جي مصاري ادي فينا نبرم العجل الاقتصاد هترجع المصاري اللي راحت لبرنا المصاري المدعين ما بيروحوا ما بيقدر اليوم الدولة ولا المصاريف تقول انو يلا راحوا سفرنا ما بتصير ايدي الاموال التي هربت الى الخارج هترجعوها ما زالكم عم تعملوا اصلاح وعم تقاربوا الفساد لا اوش باطئ نعم هيدا مخطط اللي انا بايدو كتير من مصرا في لبنان انو يرجعوا المصاري يلي ما شو صار الاصحاب البنوكة والمساهمين ومجلس ادارة سحبوا المصريات فريشماني ونحكي عن اسماء كمان غير هيدول عندو اللي يحط الاسماء فخمت الرئيس بيعرف مين حوال المصاري لبره بس انا بعرف انو هالاسماء موجودة اي طب طالما الاسماء موجودة والمصاري تحولت لماذا بنرجعها بدون نرجعوه كيف معلقة صار فيه قرار بالتديق الجنائي بكرا لانا يثبت القرار ان شاء الله عايز تكون عنا شي قريبا هيصير لا مش قريبا اه يعني مش قريبا بيرجعوا المصريات يعني مش قريبا لا طيب المجلس الاعلى للدفاع يقال مبرح يعني اتهم فخامة رئيس الجمهورية بانو حولوا الى مجلس رئاسه ليه هذا الاتهام خصوصا انو اسمعنا اليوم انو هو يستولي على صلاحيات منوطة اساسا بمجلس الوزراء والبعض اعتبر بانو هيدا الادئ بهيدا المجال يشي بانو قرر فخامة رئيس الاستغناء عن الحكومة تصريفا وتأليفا يا الله والا لحظين الناس بيدحكوا لك يا عمي ازا الحكومة تصريف الامان مش عم بتقوم بوجباتها اجا اليوم رئيس الجمهورية تيعبي هالفراغ عم بيعبي الفراغ مطرح ما فيه تأثير عم بيفوت عم بيعمل اشياء مش لانه هو بدي عمل نظام رئاسي يعني ازا فيه عدم تجاوب او شي من الوزراء او من الحكومة شو بيعمل بقاعد بي بس عم بيقلهم على تنظيف الانايات لا هيدي شغلة الوزراء وشغلة رئيس الحكومة تصريف الاعمال بس ازا ما بيقوموا فيها شو بيعمل رئيس يعني شو نحن احنا وانا عايشين بمحصلة شو لا عمجال مشاهد شو شو فينا مواصف خلاص بقا مت رئيس حكومة تصريف اعمال ما بده كمان عم تقول انه زعلان اخد عخاطره ايه ورئيس حكومة مكلف يعني هو بيعتبر انه اشتغل بكل اخلاص وجرب حصروا خارجيا وحصروا داخليا لا يفشلوا طيب ورئيس مكلف شو كيف توصفه اليوم معتكف؟ اليوم رئيس حريري انا بقول انه اكيد بيعرف الخطورة الوضع بس هو على كباش مبدئي مع نفسه ومع الشعب هل عم يقول الكباش مبدئي مع نفسه هو؟ هو مرحل هالمرة بده يشكل حكومة على رأيه هو فقط وهذا لن ينجح اه حلو لكن هو بده يعمل حكومة على رأيه فقط وهذا لن ينجح وانتو ما حتخلوه يعمل حكومة على رأيه فقط لانه هذا لن ينجح مين احنا؟ انتو كعقوة سياسية بك لا لا الرئيس الجمهورية انا عمالك شوي التشكيل وبينه وبين الرئيس الجمهورية هلا يريد دايما كان التشكيل بين الرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة كنا يمكن وفرنا الكثير من الأوقات والهيدا ما كانت توقف الحكومات لا لا كانت توقف الحكومات قبل يا سعد النائب على حصة وعلى وزارة وتتعطل الحكومة على سبعة شهر وثمانة شهر لا تاخدوا حصة يعني هلأ صار انه انسوا تبويين اليوم مش على وزارة ووزارتين على مبدأ اخصاء المسيحيين هلأ كمان صار عندكم هلأ عم يعزلكم وعدم السماح لرئيس جمهورية يبدي الرأي بالوزارة المسلمين بوقت هو الرئيس حريري بيقدر يبدي الرأي بالمسيحي ورئيس عون بيبسيحي لأنه كلهم وزارة وبحكومة وعادة طلبتوا بالذهاب إلى تشكيل دولة مدنية الدولة المدنية بدأ خطاب آخر نقدرنا نحكي بالحصة المسيحية وعزل المسيحية والحصة المسلمة والحصة الدرزية أنا قدمت أنا لكي أنا أسست حركة لبنان المدني قدمت قانون الزواج الاختياري وكل الزعمة كلهم حتى البترك قبطة البترك بيحكي بموضوع الدولة المدنية بس صراحة أنا ما نشاهد فيه جدية بأي طرف لأنشاء الدولة المدنية غير من الرئيس عون وين بيانت هو بده يعطي رأيه بالحصة المسيحية؟ هو لا داعم لهالمبدأ أنا بعرف أنه داعم مبدأ للدولة المدنية طيب شو اللي بيمنع؟ لأنه مخلو نحن إذا بدنا نعمل اختراق نفوت بالدولة المدنية خلي يقبلوا بالتغيير الأحوال الشخصية اللغم أي للن قانون أحوال شخصية بل شو بمطرح تاني؟ لم تعرف أنت بهيدا التنوع القائم بالبلد؟ الأحوال الشخصية هي المواطنة نحن اليوم جايين نختراع هلا نرجع نعمل تعريف للدولة المدنية والمواطنية ما ببنا خلاص ما رح تصير كالجنة واضح أصلا أنت حكومة مش قادرين تعملوا تكون تغيروا كل هذه التغييرات يا سعد النائب فيما يتعلق بلجنة الاقتصاد في شي حلو هيك نختم فيه طالما ما في حكومة وكل واحد أين بلا فيه شو؟ لكن لجنة الاقتصاد هي من جميع أطياف المجلس والأفريقاء السياسيين ومساحة حرية لمناقشة الدروحات للحكومة والعمال الاتحادات النقابات حتى نشوف وقت اللي بتجي لعنا بجينا طرح من السلطة التنفيذية نحن مكون عنا صورة كلها ونعرف وين بتنجح وين هلا ما في سلطة التنفيذية وما في طرح شو بتعمله؟ بلا عم بيحكوا لكن الاتحاد العمالي الاتحاد العمالي العام كتير عم بيحكي وبيعطي رأيه اجوا لعنا جايبين معهم ورقة بتوصيات ايه لعنا عم بطالة بحق الناس اجا زميلي رئيس مجلس الاقتصادي بكمان بورقة عمل باشيه اميديات يعني رأيته وي بتعمليه بتنجح كمان تسمعنا له باهتمام ولجنة الاقتصاد انا اخدتها عن زميلي الناب السابق نعمة فريم وغياننا شوي بالنمط طبعه والاعضاء فاعلين وعنها وينين هايصير في اقتصاد فاعل بالبلد يعني؟ اكيد طالما ان الاعضاء فاعلين؟ مفي اقتصاد مفي بلد مفي اقتصاد مفي صحة مامشانايك مفي بلد لا مفي اتصاظ ايه لانه اخدوا لكن بعد مشكلة انترا بالستينات فكروا انه بتجي المصاري من المقتربين اصلا ليه المقتربين اكتروا صار عندهم بنوكة المقتربين صار عندهمبلوكة البلد لا لانه شافوا انه خايا بنجيب مصاري احنا بن بنا settismar بلبنان بنجيب ثورển اكتر منحطها بالليكسونبورغ وسويسرا وتاني شي يلي مصاري كانوا طبع البيترو الدولار يجوا لعنا على البلد وكمان صار زيت الشي وصار في عمار واستثمارات بالأراضي وغير أراضي طاروا طاروا نعم طاروا طاروا المصاري بس فينا نرجع مصاري لا مالت المصاري مين طاروا الاستثمارات لأنه يلي عنده مستثمار وحاطط مثل هيدا فندق الحبطور يا حرام على هال على هال لبنان إلى زوال لا ليس إلى زوال بس إلى تغيير شامل بالتفكير هيدا هولي الشباب يلي من وين ببلش تغيير والصبايا يلي عالطرقاته اللي عم بيحكوا أصواتهم كلنا بضمائرنا ايه من وين ببلش هذا التغيير بلش تغيير ممشيتوا بعنون الانتخابات لبنانية من دائرة انتخابية واحدة على أساس النسبية كيف تكون تغيره؟ أنا أنا مني مع هالرأي بس من وين بتغييره؟ بس إلنا؟ من وين بتبلشه؟ أوكي نحنا هيدا الانون ست ساوسان يلي اليوم نحنا ماشينا عليه حطوا عشر سنين لو وصلنا له وجربناه مرة هو منو انو انو يعني إيديال هيدا فيه تحسن بس أنا برأي نعمل بات دورة عليه بوقت اللي نحنا نعمل لمركزيه شو ليه بدك تجرب لمجرب؟ بلنا نعمل لمركزيه؟ معم بقولونكن أنا ما بنياكم مين ما بنياكم؟ بالشارع ما نزلوا بسبعتاش تشيه؟ أو يلا ينزلوا على الانتخابات يصوتوا غيروا قانون الانتخابات شو بتغير آخر شيء إذا عملتوا بهذا القانون؟ نحنا أنا بقليك كطرف مسيحي مش قبلينين بالطرح المعطو عم تقمدك بلد مدني وعم تحكي باللهجة المدنية وبعد كل شوية بتقلي طرف مسيحي وطرف مسلم إذا بدنا نعمل هيك قبل ما نوصل لدولة المدنية في عدة إشياء مثلنا 100 سنين عطرين لنوصل لها الدولة المدنية بدنا نخلق دولة الموطنية بس إنتي ما فيكي تقولي لعمالك شوي إنتي ما فيكي تقولي إنه بدنا نعمل دولة مدنية وما تقبلي بالأحوال الشخصية يلي هي البلاتفورة طبع الدولة المدنية ما فيكي نحنا بدنا نتمنى لكم كل التوفيق بكل الجهود اللي عم تعملوها كمواطنين لبنانيين ناطرين عنا أمل بعد لأنه ما عنا مجال آخر يعني ما عنا مكان آخر أصلا نروح لألو نحنا خلقنا هون وحنموت هون إن شاء الله تقدروا تحققوا شيء تعملوا الإنجازات تروحوا تعملوا هالإصلاح المطلوب والتغيير المطلوب وكل الوعود اللي وعدتونا فيها ويخلوكم هالمرة وشو بدنا ما بعرف بالأعياد بهيدا الشهر المجيد شو بعد يعني شو بعد بيقدر يمطر المواطن اللبناني بدو يطول بالو ونحافظ رص الصفوف لأنه في خطر علينا صحيح خطر من بره من إسرائيل في خطر الأجواء ماش كتير مريحة طالما أنه كل هذه الأجواء غير مريحة قد يبادر رئيس تايل وطن حر هو للاتصال بالرئيس سعد الحريري وفرض إذا بدك هذا الحل عليه أنه خلينا نقعد بالقوة لأنه في بلد آخر شيء وفي مصير بلد وفي ناس ما بقف يه تنطر أنا ما حكيته به الموضوع صراحة بس اللي بعرف من اجتماعاتنا بدأول أنه ما في تواصل أو إذا كان في تواصل يمكن على سكند أو ثورد لفل أنا ما مش بهالصورة أهلا بنا ندعي إن شاء الله يصير في تواصل على خط أكثر على الفرست لفل ونشكر حضورك معنا أهلا وسهلا فيك سعدة النقب فريد البستاني شكر لألكم مشاهدينا على حسن المتابعة في أمان الله اشتركوا في القناة